طيب السيد عصام دايما القادة الأوروبيين دايما بيدفعوا أو بيدعون هما بيدفعوا عن حقوق الإنسان وبيتشدقوا دائما بالدفاع عن حقوق الإنسان وقبل هذه الأحداث بأيام معدودة كان فيه بيام من البرلمان الأوروبي بيتحدث عن حقوق الإنسان في مصر أين هؤلاء هم لا يستشعروا الحرج في هذا التوقيت بعدما يشاهدونه مما يحدث من فضائع في هذا القطاع؟ عايزة أشكرك على السؤال لأنه السؤال مهم جدا ليه؟ لأننا شفنا أنه هذه الدول اللي بتستخدم ورقة حقوق الإنسان لتدخل في الشؤون الداخلية للدول النامية أو للدول الصغيرة وبتمارس ضغوط غير مبررة في كثير من الأحيان هذه الدول اللي هي كانت بتوجه التهمات لنا أن نمنع التظاهر فهم منعوا التظاهر في الوقت اللي هم منعوا فيه الاعتصامات في الوقت اللي هم أبضوا فيه على الناس اللي هي كانت بتناصر القضية الفلسطينية هم اللي ما أدنوش الإبادة الجماعية اللي بتتم قدام منهم التهجير القصر اللي بتتم قدام منهم المخالفات الواضحة للاتفائيات الأمم متاحة والاتفائيات جينيف الأربعة اللي كانت قدام منهم هم شعرين بخجل شديد أمام الرأي العام عندهم والرأي العام كشف توجه الحكومات في الغرب الحكومات في الغرب بيتعاملوا دايما على أنهم يتبعوا الولايات المتحدة الأمريكية تعرفوا الولايات المتحدة الأمريكية بتعامل زي الفتوى الكبير كده ودول في ديل الولايات المتحدة الأمريكية لكن الشعوب بدأت تكتشف تكتشف ده وتوجه لهم التهمات وإحنا كمان أصبح لدينا القدرة في أن نحنا نوجه التهمات مباشرة زي ما هم بيقولونا أن أنتم ما عندكوش حق التظاهر ما عندكو حق التظاهر فين حق التظاهر بتسمحوا للناس بالتظاهر أنت شوفك في الوقت المتحدة أمريكية كانت بضع عليهم لمجرد فكرة التزاه. بل أنهم في فرنسا أصدروا قرارات بمنع التزاه. وحصل الصدام ما بين وزارة الداخلية وما بين وزارة العدل وما بين الحكومة. ده مفادوا إيه؟ مفادوا بوضع شديد كده أن أصبح لدى الرأي العام العالمي يقين أن هناك ازدواجية في المعايير. يعني لا يعني دي أصبحت حقيقة يعني اكتشفها لعالم أنه الغرب عندما يتحدث عن قضايا حول إنسان هو والامريكان يتحدثه عن مصالح تتحقق لهم. عندما تتعرض هذه المصالح مع قيم حول إنسان ولكنه شاف قيم حول إنسان. إحنا مهمتنا إيه؟ أنا مش عايز في غمرة الأحداث والظلم الشديد اللي واقع على أهلنا في غزة أن إحنا نخلط الأوراق قيم حقوق الإنسان قيم إنسانية رافعة. إحنا أصحابها يعني البعض يتوهم أو يتصور أنها قيم أوروبية. لا هي قيمنا وشاركنا فيها. يعني الدولة المصرية دي من الدول اللي شاركت في وضع المصاق العالمي لحول إنسان والعهد الدولي لحول مدنية والسياسية والعهد الدولي لحول قصة دولة الارتماعية. فإحنا مش بعادة عن المنظومة الإنسانية. علينا نفرق بين الممارسات اللي بتتم من الدول وبين المنظومة المنظومة. المنظومة نأمل إنها تعود إلى رونقها تمارس دورها يتم احترامها لأنه عدم احترام منظومة حقوق الإنسان يترطب عليه انتهاجات شديدة لنستطيع التصدلي. ترجمة نانسي قنقر